حدد نوع الشكل رباعي الأطلاع ABCD واختر الإجابة الصحيحة من القائمة والخيارات هي مربع معين مستطيل متوازي أطلاع شبه منحرف أو لا شيء مما ذكر ابدأ الآن برسم رباعي الأطلاع على المخطط البياني إحداثيات النقطة A هي 1.6 واحداثيات النقطة B تساوي سالب 5.2 النقطة C سالب 7.8 والنقطة D إحداثياتها 2.11 الآن صلوا النقاط ببعضها إذن الشكل أمامكم هو أرباعي أطلاع لكن هل يوجد في هذا الشكل أي ضلعين متوازعين؟ من الواضح أن الضلع CB لا يوازي الضلع AD ويبدو أن الضلع CD لا يوازي الضلع BA ولتتأكدوا من ذلك جدوا ميل الضلعين ميل الضلع AB يساوي التغير في Y على التغير في X وفي هذه الحالة نقطة البداية هي سالب 5.2 ونقطة النهاية هي 1.6 فما هو مقدار التغير في Y؟ انتقلتم من 2 إلى 6 إذن مقدار التغير في Y يساوي 4 وماذا عن التغير في X؟ انتقلتم من سالب 5 إلى 1 إذن التغير هو 6 وحدات إذن الميل هذا يساوي ثلثين فكل مرة تنتقلون 3 وحدات على المحور X ترتفعون وحدتين على المحور Y الآن جدوا ميل الضلع CD ويساوي التغير في Y على التغير في X أولا احسبوا التغير في X انتقلتم من سالب 7.8 إلى 2.11 إذن التغير هو 2 ناقص سالب 7 ويساوي 9 أما التغير في Y ارتفعتم من النقطة 8 إلى 11 أي ارتفعتم ثلاث وحدات لاحظوا عندما ازدادت X بمقدار 9 وحدات ارتفعتم على المحور Y بمقدار 3 وحدات فالميل هذا يساوي 1 على 3 وكما هو واضح أمامكم الميلان مختلفان أي أنه لا يوجد أي ضلع يوازي الآخر هنا فالشكل أمامكم ليس متوازي أضلاع ولا حتى شبه من حرف وهو بالتأكيد ليس مربعا ولا معينا ولا مستطيلا فالخيار الصحيح هو لا شيء مما ذكر